سؤال مسك المصحف فضيل الشيخ الآن نحن عندنا تراويح عندنا نوافل عندنا فرائض في النوافل الأمر فيه يسير ولا سيما إذا كان يريد أن يقرأ من المصحف وإن كان هذا غير المطلوب المطلوب أن يقرأ الإنسان بما يتيسر له من قصار الصور يقرأ بالفاتح وقصار الصور ويكثر السجود ولذلك يصلي عشرين ركعة في التراويح وفيها كثرة السجود لكن الوقوف الطويل وإطالة الصلاة ربما يشق على كثير من الناس ربما كثير من الناس لا يقدرون وإن كان في النوافل يصح له أن يجلس كذلك إذا أحس بالتعب لكن إذا مسك المصحف الآن في رافعات للمصاحب يضع بجانبه لكن يؤدي إلى ترك الخشوع يؤدي إلى النظر في المصحف وعدم النظر إلى محل السجود يؤدي إلى شيء من التشويش عليه قد يكون أما إذا كان يحمله في يدي فإنه يحتاج إلى أن يغلق ثم ينزل ثم بعد ذلك يضعه في جانب من الأدب مع المصحف أن لا ينقلب على رأسه ثم يضعه على جانب ثم يضع فيه ورقة أو فيه مكان فهذه كلها حركات وحركات أحيانا متتالية والحركات المتتالية عند بعض الأئمة مبطلة للصلاة ولذلك الإنسان قدر الاستطاع أن يبتعد هذا هذا من ناحية الناحية الثانية الذين يصلون خلف الأئمة ويمسكون المصاحب هذا لا يصح لا يصح إذا كان قصده منه وبعضهم يعني ماسك المصحف ومن بعيد من مسافة 300 متر 400 متر ويرد أن يفتحها للإمام يقول لنا أنا تابع الإمام إذا أخطأ هذا الإمام لا يسمعك أصلا ربما إذا لم يكن هناك حفظة خلف الإمام وأحد هؤلاء مسك المصحف خلف الإمام وأراد أن يفتحها له هذا قد نجد له مبرر أو إذا كان القصد من إمساكه بالمصحف ليس القراءة مع الإمام لأن القراءة مع الإمام لا يصح مفروض يستمع للقراءة لكن يريد أن يتعلم كيفية القراءة في بعض الآيات يعني لما ينظر إلى الآيات ويسمع الإمام وهو يقرأ قراءة مجودة فإنه يتعلم القراءة وتصحيح قراءته إذا كان يخططه فمن هذا الباب يسعى لكن في الفرط ينبغي للإنسان أن يبتعد عن كل ما يدخل الشك في قلبه في أمر صلاته